ووالد الشاب اللي هالك حسيم العيار حسيم العيار وقته ايش تمت الحكاية؟ تمت الحكاية حوالي بعد الخمسة من المتالعشية والستة عام شي هو يورد في الماء من الماء تنقل باش يجيب الماء اللي نشربوه هو يجيبه من الماء على بعد كيلو متر ونصف حسب تقريب ومن واد في بلاسة دي منطقة فيها زيتون وفيها منطقة اسواني يعني وفي واد اللوطة هم هدايا امشاء اخي باها جان قال لي تليفون تلبوني اللي حسام ميت مشين نلقوه مجادي بحبل مجادي بحبل الاحبل متعلو ببادن الاحبل متعلو ببادن هو هداك اللي يجيبه فيه اشنين اسباب زعمها؟ الاسباب ما عنديش حتى اسباب نحاول ندللهم نحاول نموفرهم كل شيء لكن حاجة واحدة اللي هي رواها ديما هو انه مثلا هذا المكان اضايق يعدين انقيموا فيه في بني في تحسين وهو ديما يقول لي اللي مثلا لواش تبني فيها يا بابا هني اعاونك لبني معاك اما لواش تبني فيها اما فياش ضو هلا جالحوشان قبالك ولشايس بعضشن سنها سنة انترنت سنة كورا سنة ماحة واش عنده هو لا ماء لا ظو براجيب الماء ولا شاعل شامعة يعني انا واحد مناس وشنايش غادي لماذا عايش؟ ابوه يبني وقلوا ليه بابا لماذا تبني فيها؟ لماذا تبني فيها؟ حتى كان فما أمل أنا أعطيك الصراحة كان فما أمل اللي هي فما وعد يقول لك تو بابا يتصرفك ويعمل شوية ويجيب الظاو يا أخي آخر حل مشاه عمو ويزكنوا مع بعضاً يعني كل واحد وذارو مشاه عمو قالوا ندخلك الحبس يعني عبارة واحد أمل يعني مش أملنا رو بشياء يطلع تبيب رو عملوا في الربيع انتحر شيب قراءه هو ويه من السنة الأولى حتى السنة الثالثة حتى السنة الثالثة قراءه فرد قسم رو عملوا في الربيع انتحر انتحر في نفس المنطقة انتحر لي محروم من هذا هذا التليفون وهو من نهار تلعيد ويفي مشارج ملجأ شوين يشارجي متنقل شوية يجي نهار ما عطش ولنهار باش يتفرج في فيلم باش يفرض على روحه شوي باش يتناقل يمشي مثلا المكتر باحذ الاختار او باحذ الاختار بغاضي او جيران باش يتفرج فاكل بارتي هذيك فاكل واحد ويجي وانه يحس روح وقولي ريد كيفاش كونجات عنا واحد وانتي عندك مشكلة في طلبان الضو عنتي مشكلة في طلبان الضو ملا احنا جاوا وقاموا مقابلنا بالضبط على بوعد سبعمائة كيلو متر خزنا متع مات سبعمائة متر خزنا متع مات يجيدوا يحرمونا من الماء على خطر دراستهم غالطة جالك المام يتلعش ليكم نحاولو نعملو لكم سبالة ونعملو لكم مازالة هي الماء احنا لتأجينا باش خطر مش يحطونا في بوتوات باش يجيبوها للخزانة ضاية في ارض لتأجينا باش يقولنا لهم تحطونا الضو احنا بقي مشكلة هذي الصلطة اللي جات باش تدخل او باش تنقل الهالك الحماية في الليل وعارفين روحهم انهم جايين في الليل الهالك في بيرها بالضحية انه توفى جايين اقل حاجة في المقاومات بيلا ما عندهمش اللوجو على الهالك بالبروتابلويت اللوجو على الادلة بحدي الهالك بالبروتابلويت وكيل جمهورية جاي مشي شخص الحالة يفتقد الميترو ميترو باش يكايل بيه الا ما المواطنين ينحيو زو السبت يربطوهم في بعضهم ويستعملهم هما في عوض مترو هل اذا كان هذية اه 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 باش تظهر حقيقة هالك صحيح فالهذية رام يهزون الحبس و الوقت اللي يتم اللوم عليهم في الممارسات هذية يهددوني باش يهزوني اللا باش يهزوني لا باش يهزوني لا استنى يفوتون نهاريا طب بعدنا تحاسم عاون ما يعرف حد شيء أنا نكلمه طبش يقول لي ما يفهم شيء العاون اللي بعثوه معنا هل السلطة اللي نوصل للقسرين يولدي وين هو التبين قلي خارج إجازة قلي خارج إجازة قلوا إجازة نورمال مو يتكلموا يجي حجر جونس يفهم ما شكون يعاوضوا وقال لي لي ما عارش عليه هو من قفصة أو اللمين قلوا شنو الحل قلوا الحل شوف بلاس أخرى قلوا رو نورمال مو من اللول يعني وين نمشي لسليانة نمشي لتونس نمشي وين نمشي قال لي الغلطة المكتب صارت لي هما ما كلموناش فهمت العملية ايش نو الحل احنا واخذين الحل يعني اخذين على عتقنا كما يقولوا فيها الكراها بقدمنا الكراها ووجينا القروين فهمت عن أحبيب الله ينوب عليه يعني مواطن عادي فهمتش نو عنده كي شوية دراسة بالمستشفى تبيب موجود موجود صدقني تصرفنا وحدنا حتى هنا كما قلت لك أنا واحد من ناس بلديات مواطنية الراعنية من الولاد القروين هم العاونون ووقفوا معنا معنا معناها وجاوا وسيندونا في مستسبيتار وواحد يهزل وراك يريقل فيهم وواحد يعاون كل واحد يعاون بحاجة واحد هذه موجودة في الصلاة المعنية اللي هي أولاد جهتنا اللي هي مرموح حالة اللي هي نورموح حالة معناها حاستثنائي اليوم المعلم موجود اللي يقري في بنتي تقرة سنة الخامس اللي تريميس تالولا تريميس تالولا على خطر اللي 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 كي ما نقوله فها بعيد تناجم تروح تراجع تجيب معادل بها في الشتاء وانا بتروح مثلا الخامسة معاش تجي يضوب بش تقرة فهمني تطيح المورالة متاعها يتيح المعادل المتاعها أستاذ علي المعلم يجي منشي يقول لي ليش هك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر